طبعاً أهم عنصر يهم المستهلك وقت يشتري جهاز كهربائي لمنزله هو معرفة مدى مستوى كفاءة الجهاز البراد شراؤه وبطاقة كفاءة الطاقة طورت لتكون دليل المستهلك لمعرفة كفاءة الجهاز وكيف يقارن بين جهاز وآخر وتم استبدال البطاقات القديمة بالجديدة لعدة أسباب نذكر بأهمها توحيد أشكال البطاقات حيث كان بالسابق بطاقات النجوم تشمل ثلاث منتجات وهي المكيفات والثلاجات والغسلات وكانت بطاقات المستويات على الإنارة والسيارات تسهيل قراءة المستهلك للبطاقة حيث تم إضافة رمز الخاص لكل منتج يميز عن غيره وكذلك إضافة اسم المنتج بشكل واضح طبعاً إعطاء المستهلك معلومات فنية أساسية عن المنتج كاستهلاك السنوي والسعة والقدرة الكهربائية وحملة تبدلناها اختار لونك تنتهي مع انتهاء شهر أكتوبر فخلونا نشوف فيديو يوضح التحديث اللي صار على بطاقة كفاءة الطاقة ولا تنسون مثل ما وصيتكم احرصوا على البطاقة اللي فيها نجوم أكثر كات اللي فيها نجوم أكثر كات اللي فيها نجوم أكثر كات هذه بطاقة الألوان الجديدة خلوها أسهل القراية وتصميم موحد لجميع الأجهزة الكهربائية فهمت الحين ولا لا؟ فهمت على أمرك يلا يلا بلا بودرة بلا كلام فاضي شكرا يلا باك تو ون احرصوا على البطاقة اللي فيها نجوم أكثر كات طاقة تلوان ما هي بنجوم ما هي بنجوم منس النجوم يا بوحمد جميل الفيديو صراحة بيتنو خلاص بلا بودرة بلا كلام فاضي طيب ينضم إلينا من الرياض الأستاذ عبدالله العنزي عضو فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة نصبح عليكم نسأل صباحك نسأل صباحك نسأل صباحك أسعد الله صباحكم صباح السادة المشاهدين أول شيء هنيكم صراحة على الحملة الإعلامية الجميلة وعلى هذه الدعايات هذه الرائعة اللي جاء ستأخذ طابع كوميدي جميل للأمانة وتوصل لكل بيوت الناس أكيد نعم أولا الله يعطيكم العافية وانتوا جزء من الحملة الإعلامية هذا أحب أشكركم وأشكر جميع الزمل الإعلاميين والفريق التوعوي عندنا في المركز كذلك طبعا حملة بدلناها احنا قمنا بتبديل البطاقات يعني قام تمت عملية تبديل على ممارسات عالمية من الدول المتقدمة في مجال كفاءة الطاقة فيعني أنتوا ذكرتوا الأسباب اللي من أهمها توحيد هوية شكل البطاقة وتسهيل عملية قراءتها وزيادة المعلومات اللي تقدر تفيد المستهلك في عملية اختيار المنتج الأعلى كفاءة جميل لو نتكلم عن هذه المعلومات أستاذ عبدالله عشان بس ندخل في التفاصيل أكثر نحن بطاقة كفاءة الطاقة الجديدة المليانة معلومات فنية لو نوضح ما هي وكيف يمكن للمستهلك التأكد من صحة هذه المعلومات نعم تنقصب المعلومات إلى جزئين معلومات فنية أساسية مثل سعة المنتج وكذلك القدرة الكهربائية للمنتج والاستهلاك السنوي للمنتج هذه معلومات مهمة تقدر تفيد المستهلك في عملية الاختيار أنه يقدر يختار الجهاز الأكثر توفير خلال السنة وكذلك المعلومات العاملة مثل بلد الصنع والرقم الطراز وكذلك الرقم المرجعي للمواصفة يعني إحنا حاولنا قدر الإمكان نجمع المعلومات الفنية والمعلومات العامة المنتج في بطاقة كفاءة الطاقة وإن شاء الله أنها تكون شاملة جميع البيانات المهمة للمستهلك جميل أستاذ عبدالله هل جميلة أجلسة وعملية التحقق تفضل 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 سعد الله سألتوني عن عملية التحقق وعملية التحقق بسيطة جدا ندعو جميع المواطنين والمقيمين والمستهلكين بشكل عام في المملكة أنهم يحملون تطبيق تأكد تطبيق تأكد بجاني موجود في الأب ستور وموجود في الجوجل بلاي بمجرد المسح على بطاقة كفاءة الطاقة فيها QR كود موجود في البطاقة بمجرد المسح عليه تظهر بيانات المنتج المسجل في الهيئة السعودية المواصفات المقاييس وأقارنها الموجود عندي في الجوال على البطاقة وأتأكد من صحتها وعملية تزوير البطاقة يعني مستحيلة نقدر نقول تقريبا مستحيلة جميل طيب سأل عبدالله هل جميع الأجهزة الكهربائية تحمل نفسها البطاقة هذه ولو مثلا على سبيل المثال أنا رحت إلى محل ومعليقيت مثلا في الأجهزة الكهربائية بطاقة بطاقة شنو أسوي؟ نعم بطاقة كفاءة الطاقة موجودة لجميع الأجهزة اللي صدر لها مواصفة كفاءة الطاقة طبعا مو كل الأجهزة لها مواصفة كفاءة الطاقة بدينا بالمكيفات ومن ثم الثلاجات والسلات إنارة يعني استهدفنا الأجهزة الأعلى استهلاك للطاقة الكهربائية في منتجات إلى الآن إحنا عندنا خطة زمنية نعمل عليها أننا نستهدف الأجهزة الأعلى استهلاك للطاقة ونبدأ نصدر لها مواصفات كفاءة الطاقة إذا ما لقيت موصق كفاءة الطاقة على هذه المنتجات مثل الثلاجات الغسالات المكيفات الإنارة السخانات إذا ما لقيت موصق كفاءة الطاقة على المنتج فهو مخالف والأغلب يعني إحنا عندنا فريق رقابي يقوم بعملية يعني خطة لمراقبة السوق بشكل عام فيبدون يعني يستهدفون مناطق المملكة عندهم جدول زمني وعندهم المعلومات الكافية اللي يقدرون يشوفون أنه مستحيل أحد يقدر يخالف أستاذ عبدالله ذكرنا بالحلقات السابقة أنه قطاع المباني يستهلك 29% من الطاقة الأولية في المملكة وحوالي كمان 70% من استهلاك الكهرباء هل لديكم معلومات على ماذا تصرف الكهرباء في البيوت خاصة؟ نعم إحنا عشان كذا استهدفنا المكيفات إحنا نعلم أنه المكيفات تستهلك ما يقارب 70% من جمال استهلاك المباني للطاقة الكهربائية عشان كذا بدأنا اهتمينا بالمكيفات عملنا لها مواصفة للمكيفات سعة صغيرة وسعة كبيرة الآن إحنا شاملين كل المكيفات تقريبا ومن ثم موجودة مواصفة الإنارة ويعني تقريبا باقي الأجهزة تستهلك ما يقارب 30% حدو طيب أستاذ عبدالله لو قلت لك الحين أنا أنه عندنا مكيفين عندنا مكيف لون أخضر البطاقة موجود فيها وعندنا مكيف ثاني لون أحمر شلون نقارن في الطاقة بينهم هالجهازين هذولا؟ نعم احنا دائما نوجهكم للأعلى كفاعة والأخضر هو الأعلى كفاعة فدائما الواحد يعني يحسبها أنا إذا أخذت جهاز عالي كفاعة أخضر فرق سعر بسيط عن الأحمر أنا خلال فترة زمنية بسيطة أقدر استرجع اللي أنا دفعته لأن هذه المكيفات اللي على الأخضر هي أعلى كفاعة وهي موفرة للطاقة في معلومة موجودة أيقونة في البطاقة كفاعة الطاقة الاستهلاك السنوي للمنتج أنت بشكل بسيط تقدر تضرب الاستهلاك السنوي هذا في تعرفة شركة الكهرب بالنسبة لشريحتك اللي أنت فيها لأنه شرائح شركة الكهرب تختلف التعريفة تقدر تحسب كم تدفع على المنتج خلال السنة وبين الأحمر والأخضر ترى فيه فرق كبير أنا أتمنى من الناس يهتمون شوي بدون يحسبون الاستهلاك السنوي ويشوفون الفرق بين المنتج الأخضر والأحمر بيلقون أنه يعني مجدي أنهم يأخذون الأخضر أستاذ عبد الله أنت ذكرت أنه في ناس بتراقب السوق على موضوع البطاقات لكن هل يعتبر وجود البطاقة القديمة بنقاط البيع مخالفين أيضا؟ نعم نحن حملة تبدلناها عشان نعلم المستهلكين أنه تم تغيير بطاقة كفاءة الطاقة من تاريخ 1.9.2019 تعتبر أي بطاقات غير البطاقات الجديدة مخالفة سواء النجوم أو مستويات قديمة الآن شكل البطاقة موحد وهو زي ما عرضتوا أنتم على الشاشة غير البطاقات هذه مخالفة طيب السيد عبد الله هل في رسالة أخيرة تبدو أن تقدمونها أو توعوية تكون عن هذه الحملة؟ نعم أحب أشكركم وأحب أشكر سراحة المستهلكين المواطنين في المملكة على تفاعلهم مع هذه الحملة ودائما أنصحهم يزورون موقع لتبقى وهو طاقة.gov.sa وكذلك المركز السعودي لكفاءة الطاقة ويتابعونا في جميع المواقع التواصل الاجتماعي عشان يستفيدون ويبدون يفكرون أكثر في الترشيد ويعرفون يختارون الأجهزة المرشدة يعطيك ألف عافية شكرا لك أستاذ عبد الله العنزي عضو فريق المباني بالبرنامج السعودي لكفاءة الطاقة يعطيك ألف عافية خلينا نشوف فيديو يوضح التحديث اللي صار على بطاقة كفاءة الطاقة مع بعض نشوف ترجمة نانسي قنقر